الأخ عبد الحكيم من طرابلس بارك الله فيك وجزاك الله خيرا سبحان الله شتان بين أناس تتلفظ بالخير وتدعو بالخير وتتمنى الخير وبين أناس يشغبون ويضيعون على الناس دقائق يمكن أن يتصل غيرهم بهذه القناة ليستفيد ويسأل عن ما يفيده في دينه ودنياه لكن هؤلاء المشغبون لا يعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك يعني يذكر المؤمن الذي يؤمن بالله وبلقائه فيقول له من كان يؤمن بالله واليوم الآخر حتى يتحرك داعي الإيمان في قلبه فليقل خيرا أو ليصمت لإنسان الفاضه محسوبة عليه والبلائكة تسجل عليه فإذا ما تكلم بخير ودعا إلى خير ودعا بخير فإنه يتحصل على أجور عظيمة أما الناس مرضى القلوب هؤلاء فلا يكتسبون إلا الآثام ويضيعون على الناس الفائدة والنفع أسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن ينير بصائرهم